أنا اللي لسه أقوله ده الدرجة التانية مختلفة تماماً عن الممتاز الممتاز الأمور بتتحسن بدري بدري بالكتير فيها أهلي وزمالكو بس لكن تحت الأمور كلها في كل المجموعات مشتعلة للغاية بصة كابتن هو دايماً الممتاز بكابتن كريم ليه أجواء ومنافسة مختلفة فعلاً زي كلام حضرك عن الممتاز ألف اللي زود كمان الاشتعال بتاع المنافسة وجود دور المحترفين يمكن الدور المحترفين أو اللايحة اللي تحطت من بداية الموسم خلت الدور ده كابتن كريم يعني دوري في قمة الإصارة وده اللي احنا كنا متوقعينه بدليل أن احنا ناقص خلاص أسبوعين على نهاية الدوري وما تعرفش مين اللي هيصعد فده يعني كان شيء متوقع فطبعاً يعني إذا كنت مثلاً في الدور الممتاز بتقول مثلاً اللي بنافس على الدوري أهلي زمالك لا ده أنت عندك في كل مجموعة يعني بعيد مثلاً عن مجموعة الصعيد في دلوقتي فرقتين لا في كل مجموعة أنت بتكلم في خمس وست فرق بنفسه على الصعود للدور الممتاز فطبعاً كلام حضرك صحيح الدور الممتاز الممتاز به الموسم ده دوري مشتعل بشكل كبير جداً جداً وهنشوف من وانا صغير عندي مشكلة معاه المسمى درجة أولى ودرجة تانية دور المظليم لا بنكسف نقول انه ده درجة أولى وده درجة تانية بيحصل في العالم كله يعني بس احنا ده بنقول الممتاز ألف وممتاز بي منزواها شواء لكن عايز أقول لحضاك حاجة ان الدوري ده وطبعاً كابتن هاب يعني أكيد راجل طبعاً في المجال وكان يعني لعب في المستويين ده أو ده ان الدوري ده فيه لعبة أحسن من لعبة الدور الممتاز وهو المنجم الحقيقي دايماً بقول كده كابتن كريم جملة كده ان المنجم الحقيقي للكرة المصرية هو الممتاز به أو القسم الثاني أو دور المظليم أي مسمى فطبعاً دوري قوي جداً جداً ونشوف إن شاء الله كابتن كريم الفترة دي ترجمة نانسي قنقر